يريدون دفدنا الذين أكرهون الإسلام وهم قد نسوا أننا بذور والبذرة لا تنبت إلا إلى دفنة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفين الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلية الإمام دكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته برغبا فيكم أبكيتنا في الحلقة المنصر من مولان ربنا يجعل بكاءنا لله سبحانه وتعالى بس البقاء علامة ضعف القلب وليس علامة قوة وشجاعة لا القلب القوة التي تقصد في علم الأدب هي قسوة القلب كان قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من أنقى القلوب وأشجع القلوب في المواقف والحروب ولكن عمر صنعت الدموع تحت عينيه خطيني كقبال النعل الذائبين ليس عن ضعف وهواء ولكن عن قوة القلب اليقضان يعني الدموع والبكاء ليس عن ضعف وليس عن لا إذا كان البكاء لله ولآيات الله وخشة من الله ومحبة فيه وخوفا منه هذا بكاء مستحسن وتلك دموع إيجابية كما يقال أما إذا كان البكاء هلعا وخوفا ورعبا وتخوفا وهيبة فمن دخل على غني أو حاكم فتضعض عليه لغناء فقد ذهب ثلثة دينة فأين قلبه يعني ممتاز في قول تعالى مع فضلاتكم دائما نود أن نضع علامات أو صفات للقلب السليح هل نقف مثلا عند قول تبارك وتعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل اطمئنان علامة من علامات سلامة القلب؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بحث حب جدلا أن طفلا ابن الرابعة من عمره يمسك بيد أبيه ويعبران الطريق فوقف على في منتصف الطريق ينتظراني هدوء الحركة حتى يعبر إلى الناحية الأخرى وإذا بثيار الكهرباء ينقطع عن الحي كله فاستولى لشدة الظلام الخوف على الطفل الصغير وصارت الهواجس تهاجمه أنه ربما تتهمنا سيارة ربما نقع في حفرة ربما وطئنا في بطن كلب النائم أو إلى آخره وكله وارد لما استولت الهواجس عليه نسي أنه بجوار أبيه فلما عاد التيار الكهرباء إذا بيتأقن أن أباه في يده هذا هو الإنسان الذي مع الله والذي نسي عن الله معه هذا هو تطمئن قلوبهم بك هل الذكر بكلام معين يقال وكيف نذكر لا الذكر اللساني هو آخر صفحة من موسوعة الرزق من موسوعة الذكر يعني إذا كان الذكر موسوعة يعني لا إله إلا الله قد يقولها غيظا قد يحوقل في وجهك وهو لا يدرك معنى الحوق لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة هل هذا ذكر؟ ليس ذكرا الله أكبر الذكر يعني هناك ذكر للقلب وهناك ذكر للجوارع ودائما تذكرنا بقضية التخلية قبل التحلية نعم اللهم أصلح لي عيوبي قبل أن تغفر لي ذنوبي لأن غفراء الذنوب مع وجود العيوب لا قيمة لها أعود مرة أخرى لماذا أعود إلى الذنوب مرة أخرى؟ لأن العيب متأصل الله تمام اللهم أصلح لي عيوبي قبل أن تغفر لي ذنوبي لو أصلح العيوب لما وقعنا في الذنوب الله يضع ليك يا رب رغبةً ورهبة رغبةً ورهبة يعني شوف رغبةً ورهبة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخلي بلال وعمار وعبد الله بن مسعود بالليل كده وقلبوا اللات على وشها ها؟ روح عمله زي ما عمل الخليل عمل زي ما عمل الخليل تمام؟ روح أنت بلال اغتلوا جهل خليه حرب أصابات لكن لا 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 خلوا بيني وبين الناس لا لا خلوا بيني وبين الناس لا 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 سبحانه قال لا نعمل فيه طيب ننفيه لا تنفوه ايه؟ سبحان الله ذرب اللسان وحلو اللسان يجمع الناس عليكم طيب اهل طب ندخل عليه دخلوا عليه بغرائزهم وهواهم وقلوبهم السقيمة المريضة الميتة طيب اذا كنت تريد ان تكون اغنانا جمعنا لك المال يا عم انكت الرشبة تمشى خلاص سبحان الله واذا كنت تريد ان تكون ملكا علينا ملكناه بس بلاش يكاد الله واحد دي يعني ابو بعضين هو في هذا الذي ينظر اليهم بعيد يراه وحيدا مع زوجة وصبي وابن المتبنى وابو بكر صديقه بس فرونه ضعيفا يقول لا ابو طالب جايبه اليابن اخي والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في اسرعانا اترك هذا انا ما تركت او اهلك دونه عم الزعيم القوي ياخذ القوة منه ليه لان قلبه سليم مطمئن بالايمان تطمئن قلوبهم بالذكر هو مطمئن بالذكر مجرد لسان ده لسان ده اخر شيء في الذكر لا ذكر الغني ان يتصدق وذكر العالم ان يعلم وذكر الحاكم ان يعدل لكن لو ان الحاكم ظلم وان الغنية بخل وان العالم استأثر بصومعته العلم ومع السلامة خلينا نشوف ابحاثي بالله عليك هذا غافل عن ذكر الله قلبه سقيم الله اكبر اتخدمي كده فضلتك تحول الذكر الى شيء عملي ملموس هو ذكر عملي والاسلام دين حركي الاسلام دين حركي مش دين حركي ان ابذله عند يعني سبحان الله عند 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 الاساءة الي ان احلم اذا جهد علينا حلمنا فبهذا المنطق هذا هو ذكر العملي تفعيل وذلك عملي يعني شكر النعمة يعني الله النعمة من جنسها شكرا هذا نعمة انواع الذكر نعم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون عكسها سبحان الله يقول لك الا الثالي يطلع عن ذكاة ماله هو عنده مصنع ملابس او قماش نعم يقول لك يا مولانا ان نوزع قماش مش حيث قماش هو عن ذكاة المال مال اعطيه مالا يدفع به كهربا يدفع به قسط يدفع به عملية جراحية يشتري به داب بقى هو حر يا اخي ملكه ده هو المصيبة هذا حقه زكي محمد ابن الخطأ الواضح ومختنع ان في رمضان الحسنات تزداد فطلع زكاته مفهاج زيادة ده حقه يعني اموال حقه المعلوم معلوم القيمة معلوم الزمان اما انت تقول لي اصلا هدفع رمضان عشان اخذت يا ابن تدفع رمضان ده ده صدقة الزكاة ده حق له دار عليه الحول فاصبح لفلان خمسة وعشرين من الالف اعطيها له ملكها له في ايده وانا اعمل بها مشروعية عم انت ملك بالمشروع الزكاة تستمر فعلا ده كلام خطير مانفعش المعظم يصنع هذا الممال مانفع يا ابن ده دي صدقة جارية زكاة ابنان ملك صاحب الحق حقه ملك صاحب الحق حقه الله وحقه مال يأخذ المال وانت نفسك يا صاحب المال يعني ما تدلوش من جنس البضاع التي عامل بها لا 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 اعطيه مالا اعطيه مالا مال مقوم يقوم بها حياته ده هو لو عندك بس هو حان وقت اداء الدين بالبلد كده بالعامية مال ايه زكاة الفطر زكاة الفطر زكاة الفطر زكاة الفطر لا دي دي خطدخل في الصلاقات في السنن المؤكدة ان بعد رمضان نعطي زكاة فطر سبحان الله والصيام معلق بها معلق بها لان كأنها طهرة للصائم يعني ايه يعني تكملة المد عشان انا ببيتي عندي اولادي فرحانين انا عندهم ملابس بالعيد واوة طب الفقية روة قبل العيد الدهالو من اول الشهر يعني الخلل الموجود تشوفه طب بما تنصح الناس ونحن في الشهر الفضيل بالفعل يعني اخرجوا يعني زكاة الصيام في اول رمضان قبل رمضان لا قبل رمضان لا في رمضان يعني مش قبل اليوم مش قبل يعيد بيوم مثل بلينة العيد يعني طب يشتري ايه هو ايه اللي هكي يشتري ايه عايز يفرح اولاده بقمز جديد كيف يجيبوه يا اخوة السعال ادخل الفرحة ادخل الفرحة سبحان الله اذا يعني من علامات القلب السليم اه يطمئن يطمئن بذكر الله يعني ايه هل 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 اذا ذكر الله امام احد لا يطمئن قلبه فيه اطمئن حقيقي وادعاء اطمئنان زي المسلم والمتنسلم وزي الممن وادعى الامان من انتم قالوا نحنوا اخوة اخوتهم في ماذا قالوا اخوتهم في الله قالوا اذا حسبت احدكم حاجة وضعاده في جيب اخيه فياخذ ما يريد قالوا لا قالوا ما انتم باخوة تستهبل ده علامة اه طبعا نعم سبحان الله العظيم المعاملة بالمال عمر مش حط القانون قالوا انت عارفه تشهد معه قالوا نعم امير المبنين عارفه قالوا جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه قالوا لا قالوا عملته بالمال لتعرف خلقه لا سفرت معه او رفقته في سفر يعني السفر يسفر عن اخلاق الناس قالوا لا قالوا صهرت منه وصهر منك حصل نسب ودنيا تفضحت مع بعضها قالوا لا قال رأيته يطير الركوع والسجول في المسجد قالوا نعم قال انت لا تعرفه ائتيني بمن يعرفه انا ماري يا عم الاصطلاة دي حالة فردية هو صحيف الجماعة بس ابنك وبن الله طب انا اللي عاد عليها من الصلاة بتاعتك ايه الا اذا ان الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر والبق فلم تفحش عليها بالقول ولم تصدع منكرا ولم تبغ عليك يبقى سبحان الله انه يعني سبحان الله في قوم صلاة لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا انما اتقبل الصلاة مما انتوهض على عظمتي ولا من استطل على خلقي ولا مبت مصر على معصيتي اما سبحان الله اه بس نخزع اصد الظهر وارجع بس عشان ايه تعطيني الرشوة عشان ادخلك الكهرباء ببيتك هو ربنا يسيلها ان شاء الله هو ربنا كريم وربنا معانا ان شاء الله والست الحرام يا مؤمن اللص يروح يستقول يا رب اسطر يا رب اسطر عليه فده هذا ليس ذكر بالمرة لا ده هذا تنطع هذا هبل ماذا احسنت احسنت يعني فيه ناس بالفعل تكون محسوبة او منتسبة للإسلام ولا يرتاح قلبها ولا يطمئن قلبها بذكر الله سبحانه وتعالى هل ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى اذا ذكر الله وحده اش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشروا ايوه اياك المطش يزيد نص ساعه رقلات طب ترجيح هنبعد هذا معيار خطير لكن الشيخ لما يزود ثلاثة اه القناة اه اه الاوقاف جالت ودلوقتي في رمضان يقول لي بالقناة اشيب الشيخ عمر هات فيلم ولا هات مسلسل اخي هو احسنت احسنت لا ما هنقول له عشان يبقى مع معيار يعني قلبه مش سليم مش مطمئن شو 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 ده معيار خطير بالفعل ان اقدم الله في كل شيء اه وان يتأخر كل شيء هكذا يكون المست هذا هو القلب الذي يطمئنم بذكر الله يعني سأله سيدنا بلاد سيدنا بلاد سيدنا بلاد يسأل خادم عمر كيف تجدون امير المؤمنين قال والله امير خير كله لكنه اذا غضب فهو امر عظيم لو زعل قلت فيلطيه قال بلاد لو كنت ساعة اذا لقرأت عليه شيء من القرآن حتى يسكن ما به من غضب يبقى مفتاح شخصية عمر عند من الله عند بلاد ومفتاح شخصية عمر عند من عند قرأة القرآن ماذا خراءة تهدى حالته ليه يعني يتنزل الوحي الالهي على قلبه ليغذيه بمادته انت الجهاز اللي امامك ده الشحن بتاع خلص تعمل ايه وصل القلب من الشاحن بتاعه الله وشحن القلب ذكر الله ذكر الله العملي العملي ولا يختلف القول عن الفعل نعم حسن البصري اول يوم رابن الله اول درس عبد من العبيد اللي بيباعوا واشتروا يا شيخ تحدث عن فضيلة عدق العبيد فلم يتحدث ذكروا اليوم التالي الخاطرة اللي بيعملها بعد الترويح اليوم التالي دار العام دورته ورمضان اللي بعده اول درس عن فضيلة عدق العبيد ما من سيد له عبيده في المسجد إلا واعتقوا ولا قالوا يا شيخي ترتبت منك المطلب السنة قال ما كان عندي من عبيد حتى اغنان الله من فضله ثم لما كان عندي فاعتقتهم فخرج الكلام مصادق من القلب وصل لخلوب الحاضرين ما اسكل بك هي كده لكن في عبيدي الان برضو يعني وان كان عصر الرق قد انتهى لا عصر الرق لم ينتهي لا انت عصر الرق خلاص اللي بيعو الشرق النقاس يعني لا لا بس 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 بشياك شوية يعني ما زال هناك رق الان طبعا كيف تجده الاول بدأ بالاستعمار وهي المصطلع الخطئ يعني او الاستدمار او الاستخرب ليش تستعمار جميل الاستدمار واستخربة ما هو اصل الاستعمار هو الذي انشاكم من الارض واستعماركم فيها ما بابل العمران يعني مفروض طبعا المفروض المسلمون هم المستعمرون الذين يعمرون تمام كده نعم اما التاني المستخربون المستدمرون عملوا غزو فكر حتى في المصطلح واخرات القوامات تقرر اه بينهم الاستعمار طبعا فكان الاستعمار ان تنهب ثربة شعب اخر تمام اما الاسترقاق الذي نحن فيه ان ان تملك شخصا اخر لا تضع فيه سلسلة زي ما كان العبيد بتو افريقيا يغطوهم على امريكا ووصل منهم مليون وعشرين مليون طعام لهيتان البحر لا سمي السلسلة داخل قلبك داخل قلوب المسلمين فاصبحت انا مجدود بالسلسلة اليه اولادنا يشوه الولاد جون والولاد مايكل والبنت سبحان الله ماريا سبحان الله مزق السروال بتاعها فهو يمزق السروال لانه مهله من الداخل وان دخل وجوه رضب دخلتموه فالاسترقاق الحالي سبحان الله هو الا يجلدك بصوته ولكن يجلدك بفكره وتصبح انت في معيتي في دائرة فكره فتصبح مسترق اذا التقليد علامة على علامات خلو القلب هو لذلك لم يصفهم الا بالقردة لما التقليد التقليد اه فيقلد فهو سبحان الله يعني ما هو هين دخلوا ما هي دخلوا جوح رضب طب انت دخل جوح رضب بتعمل ايه لا تتابعن سنة من كان قبلكم الله عليك فهو الاسترقاق انه قلبه فارغ من ذكر الله الاسترقاق الاول كان عبارة عن اه السيد يعني في مدحف اللوفر تجد العسكري البريطاني جند الملكة يأتي بهندي منبوث يجعله في الوضع راكعا ويضح هو قدمه على ظهر الهندي ليمططي صهوة جوالي قولك الحنم الحر الان 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 هو لا يأمر هذا المنبوث ان يركع هو اتى اليه راكعا لانه مسخ ايماني مسخ مسلم بقية مسلم المسلم المتهالك لانه لانه سبحان الله العظيم يعني يعني له افريقي وله امريكاني هو افريكاني يعني عبارة عن الافكار والمفاهيم والدين بس الاول كان بياخد بمقابل التاني يتلقى من غير مقابل ياخد نفس الفكرة ويطبقي يقول لك الحجاب حجاب القلب انا مولانا بصوم اتين وخميس لا والله انا شكرا للسلام اتين وخميس غط روحك عاصم واذا غطت روحها لبسها بتاع السروال متعرشية لبسته ازاي وحط حتة جورب على رأسها ثلاثة سنتي يقول لك ايه راك الحجاب يا شيخ خلال حجاب مين ونحسا من ساحب ربنا رزقني بالحجاب هو حضرك ضد الموضة ده الموضة ما هو احنا قلنا اياكم وايها ويغارب الاسلام فيه موازين فيه معايير يعني وان الله لا ينظر الى اشكالكم ولا الى صوركم ينظر الى قلوبكم واملكم وينظر الى تنفيذة اواملة ينظر اين الحلال وعين الحرام نعم والايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يعني القضية كلها قضية ان يا مؤمن في اللغة في اللغة مش تقولوا كلمة الشكر ان تظهر النعمة النعم دبة شقور دبة شقور ظهرت على اثر النعم طيب انا مسلم نعم اين تفعيل الاسلام في حياتي اذا فلندوم على ذكر الله سبحانه وتعالى قولا وعملا لنحقق هذه الصفة غير ذلك نكون ندعي الى ايمان او مضحوق علينا من انفسنا نهيك عن غيرنا دعم سلم يا رب امت مضحوقا عليها ان شاء الله لسنا هكذا يذكرون الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبين الله تعالى يا رب تعالى ان شاء الله وصي من فضلتك لنا ولا الامة مالكة يعني اقول ارفض الرقة بكل انواعها ان عبد لله فلا اطعطي الرأس الا لله ولا انحني الا لله ولا تستهويني دنيا ولا مادة ان تشدني الى اسفل ومن اراد ان يصعد الى ذر المعالي فليصعد الى ذر الايمان بغير الاتفاع الى ذر الايمان يعني لن نصل وانا اقول كلمة يريدون دفننا يريدون دفننا الذين اكرهون الاسلام وهم قد نسوا اننا بذور والبذرة لا تنبت الا الى الدفنة الله جميل ده حسن الختاب نشكر حضرتكم ونشكر بسكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة لعلم علامة فضل دكتور عمر عبد الكافي شكرا لفضلتك وشكر لك وحفظك رب ورعاك وحتى اضمان للقوة الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله